المهرجان يستمر الإقبال على فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم أعياد البحرين المهرجان يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تحمل عبق الماضي وجانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة ويهدف المهرجان إلى تعريف الزوار على الفنون التقليدية الأصيلة إلى جانب الاستمتاع بأبرز فعاليات موسم أعياد البحرين هذا وعلنت وزارة الإعلام في وقت سابق تمديد فترة المهرجان حتى يوم السبت المقبل للرابع والعشرين من ديسمبر الجاري نظرا للإقبال الجماهيري على هذا المهرجان المميز